اهلا بكم في فيديو جديد معكم وضاق من دي ال سي فيديو النهاردة اشرح لكم فيه طريقة جيب بيها بطريقة سريعة ده ازا ما كانتش الاسرة على الاطلاق والطريقة دي شغالة في لو حابب تجربها هناك بس قبل ما ابدأ في الشرح لازم تعرف ان الفيديو ده برعاية دي ال سي اللي هو انا وحبت اقول لك انك لو عايز تشحن او اي سكن بسعر رخيص كل اللي عليك انك تتواصل معي على فيسبوك او تويتر واسيب لك لنك التواصل في وصف الفيديو وما تنساش تدعمني بلايك وتشترك في القناة وتشغل الجرس عشان تشوف فيديو شرح يون ووروك اول ما ينزل قبل اي حد وفي الاول كده انا كنت عملت الفيديو وقل من دقيقة ازا يتخلي ultimatesاميرا معك طول الجيم من غير ما تحتاج تجيب مستوى اس وتقدر تشوف الفيديو ده لو لسه ما شفتوش وهسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو بس للأسف دي بج وهتتشال قريق جدا على حسب تصراحات اما فيديو النهاردة ده مش بوج نهائي ومش هيتشال بالعكس دي ميزة في ساميرا تقدر تستفيد بالميزة دي براحتك خالص طالما عرفت استخدمها صح وده اللي هوروه لك في فيديو النهاردة الباسف بتاع ساميرا هو انك كل ما تدرب اي تشامبيون ضربات مختلفة عن بعض سواء اوتو اتاك او اي الباسف بتاعك بيزيد من حرف اي لحرف اس وطبعا دي كلنا عارفنا من فيديو شرح ساميرا اللي انا عملته قبل كده اما بخصوص الايتم دي فبتخليك تضرب الهدف بتاعك ومع اقرب اتنين كمان بنفس تأسير ضربتك وطبعا دي اكيد كلنا عارفنا وهنرعب على النقطة دي النهاردة واحنا بقى هنخلي التالت قبلة عندك تيجي في الهدف قبل ما ضربت الايتم توصل له يعني لو انت ضربت ضربة وتلعمل الايتم طلقتين كمان على هدفين مختلفين هيحسب لنا حرف واحد بس في الباسف لانك ما ضربتش ضربات مختلفة اما لو عملت باي قبلت عندك في النص قبل ما الدربة توصل من الايتم للهدف ده فهتتحسب لك انها ضربات مختلفة والباسف بتاعك هيزيد طب لو عملت تالت على اكتر من هدف في الوقت ما بين ضربتك والضربتين بتوع الايتم ايوة هتتحسب ست استكاد وهتوصل حرف اس على طول يعني انت والايتم بتطلعوا تلات طلقات لو حسبنا ضربة كده وصلنا لحرف اس فياقل من نص ثانية فكل اللي عليك انك تحاول تزبط التوقيت بتاعك على قد ما تقدر وتعمل تالي قدرة قبل ما ضربتك توصل للهدف ومبروك عليك الالتمنت وخلي بالك انك لازم تكون بتدرب من بعيد لانك لو ضربت بالسيف فالايتم دي هتتحسب اك انك بتدرب من قريب فمش هتشتغل معاك وده هي ودينا النقطة تانية انك لو جبت ايتم بتشتغل مع حد بيدرب من قريب هل هتشتغل معاك اك انك بتدرب من قريب ولا من بعيد وبكده اكون خلصت الفيديو النهاردة ولو وصلت المرحلة دي من الفيديو يبقى كل اللي عليك انك تدعمني بلايك وتشارك في القناة وتسيب تقول لي سميرة فعلا بروكل ولا لا كان معاكم وضاء من دي ال سي